السلام عليكم سلام عليكم يا شباب عاملين ايه هنكمل بقية الفيديو اللي فات اللي بدأنا فيه التطور للتعليد اول حاجة هنحتاجين نعمل انستول بالجد ماشي فهنعمل له انستول ازاي والله بسيطة و هتفتح هنا جوجل تكتب جد فعلك اللي بصعب بتاع جد انا مجرد ان انا فتحت بس مش اكتر اهو عشان مش مصدق ماشي لان هنا بيقول لك بنعزله منين الريليز بتاعته الفيرجن بتاعه ماشي وقالك الناس اللي بشتغل بجد عشان تعرف اهميته جوجل مايكروسوفت تويتر او اكس دلوقتي لينكد ان اه اكليبس اه لينكس ففيه ناس كتير او الشغل بجد اه ويندوز فيريل فهه عرفانة عماليكم ماشي لو جينا بص هنا هتلاقي ان هتطلق هنا ديكمنتيشن دي وحبت فيديوهات كده منجودة لذيذة ماشي تعالى نرجع هتلاقي ان هتطلق الكتاب اساسا اتطلق بقى فري تقدر ان انت تعمله ده و اللود وتبص فيه هو لذيذ هتلاقي خمسونة واحدة صفحة وكتاب لذيذ جدا فدلوقتي انا عملت ده و اللود لجد مزلته عندي قهوة هعمل له انستول ازاي عادي ناكست 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 نزيذ مش صعب خلص احمي ك ك إذا عملت لمسون الانستول عندي مثلي نتokاته لذيذ قوي اخسر تمام؟ بلوقت كده احنا عملنا انستولوشن بجد رقم بتyan الي انا عايز اعمله اللي انا عايز اقومالyse يأمل الريبو ديت انا اول واحد هعملها يأمل الريبو ديت احد اعملها وانا هاخد منها كوبي عندي وكمل عليه ماشي فلو انا اول واحد اعملها فساعتها استخدم كماند اسمه get يعني هعمل initialization بالريبو بتاعدي طب لو انا اه واحد صاحبي اعملها وانا هاخد اكمل عليها فساعتها استخدم الكماند بتاعها get ماشي والget clone دوت بياخد هنا حاجتين اما بتديله url لو الريبو ديت كانت موجودة بره على get hub مثلا او تديله الباث بتاع الريبو اللي هي موجودة على الجهاز بتاعك فتعال مثلا احنا نشوف لو احنا نجيبها من بره فانا فتحت هنا بس كتبت get hub smart home APR project مثلا انا انا بجربه خلاص تمام ففتحت جيبو ديت على get hub كل انت هتعمل له هتيجي على code هنا تاخد copy بس ده بالنسبة لك ده ماشي طب لو انا اشغال بحاجة local فتعال نعمل هنا فايل نسميه ريبو واحد مثلا و اعمل هنا فايل نسميه ريبو اثنين ماشي تعال نعمل هنا ريبو و تعال بقى هدلعك و نعمل فايل اسمي ريبو ثلاثة ماشي هفتح get هنا عن طريق ان انا هدوس كليك يمين open get تاشير في جي او اي هقول لكم ان نستخدمها في اي فاللي انا اعمل له اي get an سهل و بسيط ماشي دلوقتي اعملت عملت ريبو عني خلاص حط بص في فايل اسمي وتوت get لو انت فاكر ده ما كانت موجود ماشي تعال نفتح ديت open a new tab تعال ناخد clone من ريبو واحد اللي كانت موجودة هنا ريبو اثنين ماذا سيقوم به هو حرفيا هيجي على ريبو واحد ديت كده الفايل ده ياخد copy سوري اللاب ده عملت ماشي هو هيجي على ريبو واحد كده هو ده كل اللي هو هفتح يجي على ريبو اثنين يعمل control v ده اللي هيحصل حرفين هتعلم نشوف كده بص ليبو اثنين فيش جدو واحد هتعال نعمل open للget page هنا نعمل get clone ونجدله الباث هي موجودة عندي في ال d get بيبو واحد شوف هي موجودة عندي هتعال نعمل بص انا عملت cloning قال لك انت غالبا انا عملت clone empty بص بص تمام ليه لانها فاضي انا عملها فاضي ماشي فانا محتاج اما انا هدخل جول فايل تعريب واحد اللي هو عمل holocopy هتقول هنا فانا هدخل جواه ازاي اما هفتح الفايل click name open jui open get page here ماشي اما هفتح سيم دي زي اما انا كنت استخدم command change directory ديله الباست ماشي ماشي كده ندخلت جواه بواحد اللي هو اخد هاليكو بها ماشي تعال جواه ريب ثلاثة ماشي حاجة تعال نعمل هنا open get page نعمل هنا get shone ومدينه الباست get 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 1 ندخل قوة اللي ساقر لها نعمل حقيقة انا ساقر باست اللي نعمل حقا نعمل حقا نعمل حقا نعمل فوق ده صغير ده ده الفايل زي التعدي ده 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 الزيال الزيال دي دي تاك ريبو ثلاثة ماشي دي السيم دي بتاعت ريبو اثنين دي السيم دي بتاعت ريبو واحد حتى بص اهو ريبو ثلاثة ريبو اثنين ريبو واحد ماشي نحن نشوف كويس ماشي 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 دلوقتي ان الريبو ثلاثة بتاعتي فاضي اخرس انا محتاج ان انا اعمل جواهة فايل اذا اشتغل عليه فهتعالجوا ريبو ثلاثة هنا تعال ان نعمل فايل مين فايل انا هستميه مسلا وليكم مين دوت سي فاسه لي معلش مين دوت سي ماشي طالع هنحط فيه كود بسيط قوي هنعمل هاش انكلود مسلا standard input output .h interior name نعمل printf ماشي نعمل ماشي نعمل printf ماشي واقول هنا created add repo ماشي طب تعالى دلوقتي نفتح كده repo ثلاثة الفايل ده مش موجود طب مش موجود ليه طب مش انا المفروض اعملت هنا وانت قلت لي ان repo ده هي share طب ليه هو مش موجود طب علشان تعمل فايل طب ليه امام والباقي حاس بيه فانت محتاج اول واحد اول حاجة ان انت تضيفه قريبا عندك فانت لازم تعمله add ماشي ثاني حاجة ان انت تعمله كمات ثالت حاجة ان انت تعمله push ماشي بعمل add ليه علشان ياخد index عندك جوا الريبو علشان الجيت بتاعك ياخد الفايل ده ويحط جوا الريبو بتاعتك كمات علشان تقول لليوزرز اللي هتيجي تشوفه بعدك انا عملت الفايل ده ليه فوش علشان تحسس بقية اليوزرز ان هو هتعمله فطالنا نعمل كده هنا add انا عملته في ريبو اثنين فطالنا نعمل get add مثلا main.c get كمات مثلا انا عملت create repo main.c تعال نشوف انا عملت ايه اول حاجة انا قلت له get add وديته اسم الفايل بتاعك ماشي فهو كده اخد index للفايل ده جوا الريبو بتاعدي بتوله get commit . وديته الكمنت بتاعي على الفايل ده . اللي انا عملت create . بعد كده اديته اسم الفايل لازم بقى ان انا حسس بقية الريبو ستريز بتاعتي وبقية الناس اللي اخدها clone من الريبو ده ان انا عملت بحاجة انا لازم اعمل get انت انت ريبو اتنين وريبو واحد ريبو اتنين سوري وريبو تلاتة واخدين كلوم ريبو واحد فريبو واحد هي الاساس بتاعتي ماشي فلازم ريبو واحد تعمل enable ان بقية الريبو ستريز بتعرف انها تعمل تعديل على الريبو ده بمعنى ان انت دلوقتي انت دلوقتي manager جوه الشركة ماشي والبروجيكت ده المفروض ان هو هيتسلم بكرة فهل ممتقي طيلا بس نمسح الكلام ده عشان معرف نتكلم برافاتنا انت دلوقتي انت ال manager اسمك احمد شغل تحتك اثنين واحد اسمي يوسف ماشي واحد اسمه محمد ماشي فانت جيت كلمت يوسف ومحمد قلتلهم تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم احنا عايزين ما اعمل project دلوقتي هيتكلم مثلا عن برنامج مثلا وليكن كشير ماشي ماشي فتعالوا انا اعملكم ريبو انا سمتها ريبو واحد ده السينايرو اللي حصل دلوقتي سمتها ريبو واحد ماشي خدوا منها كوبي فيوسف خد مريبو واحد كوبي ومحمد خد مريبو واحد كوبي وخلاه عنده ماشي والي اتنين دلوقتي شغالين على ال project ماشي فلالنسبة لك يا الدنيا تمام جي دلوقتي انتوا فضلتوا شغالين عليه شغالين عليه شغالين عليه بعد كده خلاص انت واثرهم خلاص وقفوا شغلكم ما تعدلوش على اي حاجة انا دلوقتي عايز اشوف كل واحد فيكو عمل ايه علشان على اساس كده الشركة بتاعتي دلوقتي عملا تخسر 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 فانا ارى مدير رخم وانا بتلكك في المرتبات فانعايز تشوف كل واحد فيكو عمل ايه لان لو لقيت في واحد فيكو مخلص شغله انا هنقص له من المرتب بتاعه هتدي له خصم ماشي فانت مش عايز اي حد دلوقتي يعدل في ريبو واحد عشان تفتح تشوف كل واحد فيهم عمل ايه فانت لازم تقفل ال اكسس بتاعت ريبو واحد صح صح فجيت قال لك انا هحل لك الحوار ده انا هتديك امر اسمه جيت config bear sorry core.bear core.bear ده بتدي له هنا يا false يا true لو انت ديته false فانت عملت disable الريبو لأي حد ان هو يعمل push على الريبو بتاعه اي حد ما اقدرش يعدل حطته true اي حد يقدر يعدل و اي حد يقدر يعمل push عنه ماشي؟ فانت بتستخدمه في ايه؟ ان انت لو انت حطيت false فانت ساعت انت بتقفل التعديل على الريبو ده خلاص كل انا بالنسبة لي انا كده تمام انا عايز اشوف شغلوك انت وصلتوا لحد فين انتو بتتحقوا علي فعلا او انتو شغلين على البروجيكتر تمام؟ فده اللي انا عايز اعمله لو انا كتبت الامر ده حطيت false فساعتها انا بقفل التعديل على الريبو حطيت true فساعتها انا بقى enable التعديل على الريبو تمام؟ تمام هو by default التعديل على الريبو بتاعك معفوض ماشي؟ فانت لازم تعمل له enable فانت لازم تيجو الريبو بتاعتك تمام get config core dot there نشوف تمام؟ تعال نعمل هنا كده بوش شوف اللي هيحصل اهو عمل بوش عادي وما طلق عليكش ان فيه مشكلة ماشي؟ طب تعال دلوقتي نفتح repo 3 ايه ده؟ الفايل اللي انت وطلع عليه مش موجود؟ تبتضحك علي يا عمم لا انت علشان تحس باي تعديل لو انت مثلا انت دلوقتي انت محنق عشان تحس باي تعديل يوسف عمله فانت لازم تروح تقول للget هاتيل التعديل اللي يوسف عمله فانت لازم تستخدم امر اسمه get pull فget pull دي بتعمل ايه؟ دلوقتي يوسف هو عدل في الريبو بعد كده عمل بوش فالتعديل سمع عند احمد اللي هو المانجر اللي عامل الريبو بتاعتك اللي هي كانت دلوقتي حياة بالنسبة لنا ريبو ريبو واحد ودي ريبو اثنين ودي ريبو ثلاثة ماشي في يوسف دلوقتي راح عمل بوش فخلاص هو سمع جوا الريبو بتاعت احمد بس انت محتاج اللي هي الريبو الاصلي اللي موجودة على السيرفر بتاع الشاكل فانت دلوقتي انت محتاج كمحمد ان انت تاخد التعديل بتاع يوسف فقالا هو بيجيلك تلقائي لا انت لازم تروح تطلب التعديل ده فبتطلب ازاي ان انت تستخدم عمل اسمه جيت بول فجيت بول ده بيعمل لك ايه؟ بيروح يجيب لك التعديل اللي موجود على اخر او اخر تعديل موجود على السيرفر بتاع الشاكل فقالا نستخدم هنا جيت بول مثلا بيجيبه ثلاثة بص انا مش هدوس انتر ده هتبص اولا ما هدوس انتر اللي احسن الماندو تسي ظهر لا صحة ولا شاكل فتعالا نشوف كده احنا عملنا ايه؟ واحدة واحدة دنيا سهلا مش صعبه خلص تعالا نمسح الكلام ده منعيد اللي احنا قلناه اول حاجة إحنا تعلمنا ازي اول حاجة احنا تعلمناها بي 원ست ريشن لدد وردكم ازي باني حاجة ازي نعمل كريته للريبو سواء الريبو ديت كانت موجودة على سيرفر للشركة قبل كده فبنستخدم كلون ماشي ونديها لURL لها كانت موجودة global على جيت هوب او الريبو ديت كانت موجودة على الجهاز بتاعي فقلت كلون وديتها البوز جيت كلون وديتها البوز او الريبو ديت انا اول واحد اعملها فساعدتها بستخدم جيت انت وشوفنا ازاي بنعملها add لفايل ماشي عن طريق احنا عملنا creation للفايل عملنا add ماشي ودي ناله اسم الفايل بعد كده عملنا commit علشان الفايل بتاعك ياخد index كده عملنا commit ماشي backslash minus m ودي وقل ما احنا عملنا التعديل او ضفت الفايل ده ليه ماشي ودي ناله اسم الفايل بعد كده عملنا get push عشان الباقي يحس بالتعديل اللي موجود عليك بعد كده شوفنا احنا ازاي هنجيب التعديل ده باستخدام الامر بتاع get pull تمام شوفت الدانية بسيطة وسهلة ومفاش اي حاجة دلوقتي جي يوسف اللي ماسك ريبو تلاتة جي فتح هنا قال لا يا عمان انا مش عايز اطبع اسم المدير انا عايز اطبع اسم عملت باع ليوسف ماشي وقال لك هنا انا عملت تعديل اللي انا مش كاف من المدير بتاعي وانا قلت ان هو created created او edited by جيبو تلاتة وده version رقم 1.0.2 انا عملت تعديل ماشي ويا عمان انا شوفت دلوقتي ان انت كمحمد انت كتب حاجة خلط وانا فتحت عليك بط انت المفروض هنا تعمل اتهر لزيرو ماشي ماشي دلوقتي انا عايز اسألكم سؤال هل انا هروح اعمل جيت اب ولا لا لا انا مش هروح اعمل جيت اب ليه الفايل بتاعه الراجل موجود على الريبو فانا مش محتاج ان انا اروح اضيفه تاني وان هو ياخد اندكس تاني انت دلوقتي انت دجيت دخلت مثلا وليكن انت لسه مولود دلوقتي ماشي رحت السجل وقلت له ما انا عايز اعملش هادة ميلاد فعملولك هادة ميلاد ماشي او والدك والدتك انت نفسه صغير معلش والدك والدتك رح اعملولك شهادة ميلاد قال بعد خمس ست سنين لو انت اه جيت مثلا فيه حاجة تغيرت مثلا جيت ان انت تغيرت اسمك مثلا اسمك ما كانش عاجبك هم سموك مثلا اه معتمد وانت عايز اسم نوعا ما كويس فانا عايز اسمي نوعا ماشي فقال انت هتروح تعمل شهادة ميلاد جديدة ولا هتروح تقولهم انا عملت تعديل لأ هتروح تقولهم انا عملت تعديل انت نفس الشخص موجود انت محصلش حاجة ماشي فده نفس اللي حصل هنا انا دلوقت انا الفايل بتاعي موجود ماشي واخد رقم قومي عند الحكومة فانا مش محتاج انا اروح اقول لهم اعملوا رقم قومي تاني لأ انا محتاج اروح اقولهم انت انا عملت تعديل كذا فانا مش هستخدم جيت ادي هنا انا هروح اعمل استخدم جيت كمت واقول المسج بتاعتي ان انا عملت برند لاسمي كمان صولف اه بك ماشي وارروح اقول اسم الفايل بتاعي لهون من دوتسي ماشي واعمل جيت بوش اعمل بوش اه دي المشكلة تعال نفتح دلوقتي عند محمد شوف محمد ايه دي نيتو فعل ما تغيرش عند محمد ليه؟ عشان محمد ما طلبش اخر تعديل موجود عندك لازم محمد يعمل جيت بوش بص يقالك ايه؟ ان في السطر التبانية في حاجات تشارد في حاجات تتخطر بوش فيه ستة انسرشلز و اتنين دي تعال نفتح انت محمد كان نشوف اللي حصل اه اه امام؟ جيت محمد طلب ان هو يعدل ايه لك لا انا عايز اعطبع يعمل اسم انا مش هطبع اسمي امام ايبرينت اف لمحمد ماشي وقال ان هو ادتت ضاي ريبو اتنين وده version وان بولت زير وان بولت ثري ماشي؟ فمحمد عايز يخط التعديل بتاعه ده على على الريبو تاني فهيعمل ايه؟ هيعمل كمة لان الفايل موجود على الريبو نيجة تبقى م ويقول المسج بتاعته ان انا عملت brand my name ماشي؟ هيعمل نعمل تعال نشوف يوسف اللي هيحصله يوسف لسه شايف ان اسمه مطبوع فلازم يوسف يطلب التعديل هيعمل get pull جاء له التعديل ويفتح يشوف اسمي محمد مطبوع version one point zero point three وتعمل له edit بديبو اتنين اخر حين ماشي؟ طب الكلام ده موجود فيه تعال نفتح جيو اي تول بتاعتنا اقاريكو كم حاجه قبل ما نقفل التول بتاعتنا طب نفتحها ازاي؟ ممكن ان انت تيجي هنا تعمل get ماشي؟ بص جايب لك كل حاجه من السفر اول حاجه اهو ساعت لما انحمد جاء عمل الفايل وعمل printf وقال ان هو تعمل بريبو ثلاثة بريبو اثنين ماشي؟ وبص هنا هتعالي نشوف كده الاندكس موجودة فين؟ اهو دي الاندكس بتاعت الفايل ماشي؟ وبص الكومت بتاعه ان هو عمل create ماشي؟ للمين دوت سين بص يوسف فايل لما جاء عدل على محمد طبعه شال اسم محمد بص حطتها لك هتاب اللحمة شال اسم احمد وقال ان هو created by repo 2 وقال ان هو created by repo 2 دي الان كنت مسحتها وحطتها و created by repo 3 و version 1.0.2 وعمل created by repo 0 ماشي؟ فده التغيير بص وعرض لك التغيير اللحمة وده تشعلي ماشي؟ بعد كده جاء محمد اهو عدل وقال ان هو created by repo 2 وزودها على created by repo 3 version 1.0.3 version 1.0.2 تحول من 1.0.2 إلى 1.0.3 وبدل ما هو كان بعمل يوسف بعمل بعمل التقديل ده حصل امتا؟ طب بص انا شايف ان في محمد مكتوبة هنا واحمد.gmail.com بص انت اقول لما هتجي تستخدمه في الاول انا طبعا انا استخدمت جدا فهو مش طالب مني اميل يوزر نيم لي ماشي؟ فده الوزر نيم والايميل بتاع الشخص اللي عمل انا دلوقت ما شغل على الجهاز بتاعي فانا لايه اميل و لايه يوزر نيم طبعا انت لما هتجي في الاول بتاعي ان هو هتطلب منك اميل يوزر نيم طبعا بتديله ازاي get الوزر بتاعي طب الاميل المكتوب اصغر من دولة ماشي؟ فهو هو نفس الكماند ده بس الفرق ان انت هتغير user.username كلي user.email تديله الاميل هنا مش لازم يتبقى اميل حقيقي انا امدي له احمد احمد.com مثلا اهو .com هيشتغل معي عادي حتى بص هنا الاميل بتاعي ايه؟ احمد.com ماشي؟ ماشي؟ الوقت موجودة فتعال نقفل داية طب ال id ال id ده ال id ال id بتاع الكومت ماشي انا قلت لك ان انا اقدر ارجع بال history فهو خد كل instance من الفايل داية وخزنها في id بص لما انا دلوقتي انا واقف عندك create name فده ليها id جيت انا طلعت فوق ال id تغير فال id اللي موجود ده هو ده ال id بتاع الكومت التعديل بتاعك اللي انت لما هتيجي ترجع ال version قديمة بيه هترجع هتستخدم ال id ده حتى بصها تلاقي بتغير من version ل version فانا مثلا مالي اكون انا دلوقتي عند التعديل اللي محمد عمله اللي هو شال اسم يوسف وحط اسمه وعايز ارجع ان انا اطبع اسم اسم يوسف تاني فهعمل ايه؟ هستخدم ال id بتاع يوسف ده فده ازاي؟ هنشوف الفيديو الجاي مش حالب ان اما طول عليك سلام موسيقى موسيقى